اشتركوا في القناة معينا مدير المشروع المنباش مهندس امير الشربيني برحب بحضرتك وبقولك نهارك سعيد وايضا معينا احد اعضاء برضو الفريق المنباش مهندس كريم سعيد برحب بحضرتك وبقولك نهارك سعيد اجندة 25 هو برنامج بتحمل على الموبايل بيجمع كل الاخبار وبتجيلك على الموبايل من غير ما تبقى طول الوقت مضطر ان انت تتابع البرامج او التليفزيون طول الوقت او طول ال24 ساعة قدام التليفزيون ما بتتحركش الميزة في البرنامج ده انه بتعتبر خدمة مجانية مش لازم تشترك فيها وايضا هو بيعتمد على الارتفشل انتليجنس او الزكاء الالكتروني اللي هو من خلاله بيبتدي يتعرف البرنامج انت بتحب نوعية ايه بالزبط من الاخبار وبالتالي بيبتدي الاخبار دي تيجيلك من غير ما تدور عليها في البداية طبعا عايزين نتكلم عن تفاصيل المشروع وازاي جاتلك الفكرة اه بشمانت سامير الفضل اه هالفكرة بتاعت المشروع احنا كنا عارفين من السنة الفائزة من اول 25 يناير اهتمام الناس زاد قوي بالسياسة وبدأ المحتوى اللي بيتكلم عن السياسة يزيد سواء على التلفزيون قنوات متخصصة طلعت للسياسة بس اه جرائد جديدة اه صفح على الفيسبوك بالالاف اه تويتر كمان فبقى كمية المحتوى اكبر بكتير من استيعاب المستخدم فدي عمنا له مشكلة ان يعني غزارة المحتوى ما بتخلوش يعرف اللي هو عايز المعلوم اللي هو عايز يوصلها باختلاف توجهات الناس فاحنا فكرة ان احنا نطلع من ده من المشكلة دي ان احنا نطلع ببحث يحل المشكلة دي بحيث ان هو يقدر زي ما حرق قلت كده يتعلم المستخدم اهتماماته ايه بناءا عليها يبدأ يجمع له من المصادر المختلفة الاخبار اللي هي تناسب اهتماماته فبالتالي كاننا عندنا جورنان او تلفزيون او فيسبوك بيتجز متزبطة او متقيفة على حسب اهتمامات كل واحد مستخدم فهو ده فكرة التطبيق طبعا الشيء صريف جدا ان احنا في زل الحداث دي كلها اللي احنا عملين بنعاشها وخاصة انه زي ما انت قلت الاخبار السياسية بقت كثيرة جدا بقت فيه اخبار بتظهر كل دقيقة او كل دقيقة او كده وخاصة ان لو الشباب بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي زي التويتر او الفيسبوك او كده فالاخبار على طول بقت متدولة ما بيننا ان احنا نبتدي نعمل برنامج والبرنامج دوت ينقي اخبار معينة بتنسب الميولك انت الشخصية ده اكيد شيء مش سهل خالص وان انتو كمان تعملو خدمي مجانا طب انتو فين المكسب؟ هو الموضوع طبعا زي ما انت اوزي مش تهل يعني الموضوع قبل ما نعملو اصلا كان فيه بحث يعني خلنا برقة اختراع من امريكا البحث بتاده في جامعة اوهايو في امريكا وبنلعنا على التكنولوجيا اللي وصلنا لها بالبحث ده بلعنا يعني فكرنا ان احنا عايزين بقى معنا التكنولوجيا بتعمل حالة كويسة طب عايزين نبتدي وقا ننزلها للناس الناس تستخدمها فكان زي ما امير قال احسن فكرة في الوقت اذا كانت ان احنا نخلي الناس تستخدموا بها في السياسة في نفس الوقت يعني مش عايزين ننزلها بالفروس لان ذا يعني زيادة عن ناس وفي نفس الوقت احنا لسه بنجرب فهدافنا اول حاجة ان احنا بنحاول نوصل فكرة نفسها ان نحسن الناس بأهمية التكنولوجيا نفسها ان احنا بنحاول نخلي الانترنت يبقى ما هوش واحد لكل الناس يبقى كل واحد عنده انترنت الخاص بي فدي اول حاجة احنا عايزين نستفيد بها ان احنا نوصل الى الناس وبالتالي بعد كده ممكن نستخدم التكنولوجيا دي في حاجات تانية كتير غير كده اولادي فيه يعني فيه رعاء كتير وفيه ناس كتير يعني فيه كذا جهة بيدعموا الحاجات اللي زينا واخدنا منحا من حاجات في مصر من جهات حكومية في مصر وفيه يعني جماعات واجهات في امريكا بيدو بردو منح المشروعات اللي هم او يعني الابحاث اللي شايفين ان هي لها قيمة او ممكن تتحقق حاجة في المستقبل لنا رعاو بيرعمونا فقصة الفلوس مدام الفكرة كويسة الواحد بيقدر ان هو يمشي نفسه يعني بطبيقة ما ترقاش طعب كتير يعني فرحانا قوي ان فيه شباب كتير بيبعندهم مشاريع وبعدين بيعلقوا ايقاف المشاريع ديت على شماعة اصلا مفيش فلوس مفيش مستثمرين مفيش رعاة فانا فرحانا ان انتوا قدرتوا تعملوا مشروع خدمي وفي نفس الوقت عرفتوا ان انتوا تغطوا كمان التكلفة بحيس ان انتوا متكلفوش المستهلك اي تكلفة الاجندة كمان احنا عايزين نقول ان المشروع ده اسمه اجندة 25 فالاجندة دخلت ضمن افضل عشر مشاريع تستخدم التكنولوجيا في خدمة المجتمع يعني حصدت المركز الاول في على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا في 2011 وده كان في مصابقة نظمتها مؤسسة ومضة احساسكوا ايه ان انتوا كسبتوا بالمركز الاول كمان مش اي مركز ايه هو مش بس ان احنا كسبتوا بالمركز الاول احنا نزلنا البرنامج او التطبيق يوم سابعة ديسمبر بعدها مفيش تلات اسابيع كنا اخدين المركز الاول على كل التطبيقات الموجودة في شرق الاوسط فهي كانت فرحة مضعفة لان الواحد بيبقى قاعد شغال فترة وبيعمل مجهود ومش شايف النتيجة بس هو مؤمن ان هيوصل بالمجهود اللي هو بيعمله ده مش هيضيعه في الهوا احنا كنا متوقعين ان احنا بعد ما بنعمل الابحاث ده ونجرب نعمل التطبيق ده ان التطبيق ينزل وينجح على مستوى الناس بس كنا مش متخينين ان هو ممكن يوصل للاحسن تطبيق في خلال تلات اسابيع فطبعا كانت اعتقد نرغم قياس يا عمراء ما حصلت لأي تطبيق قبل كده انه تلات اسابيع تلات اسابيع الحمدلله وفي خلال تلات شهور قاعدنا تقريبا 20 الف مستخدم واحنا التطبيق بيبقى للهواتف الزكية تحديدا اللي هي تبقى اندرويد او ايفون او ما شابه فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لها الهواتف اللي دايما بتستخدم الانترنت ول اهم بردو من الحاجات الظريفة جدا ان انتو دخلتوا في المرحلة القبل النهائية في مصابقة تيكا كلامبس ودي كانت في أمريكا في الولايات المتحدة استقبال الناس كان عامل ازاي خاصة ان انتوا مصريين وان انتوا دايما المصريين مش معروف عنهم ان هما يعني شطار قوي في المشاريع التكنولوجية دايما بتحس ان الناس اللي مصريين او من عسيا او من كده هما اللي دايما بيكسبوا وبيعملوا المشاريع دي اكتر فكان احساسكو ايه هو الموضوع ده لسه جديد يعني مكملت الشهر تقريبا بقلنا فترة داخليني المسابقة دي بس النتيجة لسه من قريب طبعا بساطنا جدا احنا طرعنا في التلاتة الاوائل والتلاتة الاوائل دايما هما يعني نظام المسابقة ان تلاتة الاوائل دول دي هم يعني زي المراكز القوية وبعد كده الناس الانين بيبقواها شوية اللي بساطنا اكتر ان احنا الاتنين اللي كانوا سابقيننا واني اولا بمشاريع كبيرة ومجايبة يعني يعني اولا دي وغيرين فلوس من بردن امريكا وعندهم يجرز كتير يعني حاجات مش مجرد مش 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 في نفس حجمنا اكبر مننا بكتير فده بساطنا احنا احنا ان احنا نطع مع مع ناس دي في نفس الوقت احنا اولا دي هدفنا من اول مش مجرد ان احنا نعمل برنامج موبايل وننزله في مصر ونبقى نجيب عشرين الف او حتى مئة الف مستخدم وخلص احنا رفنا ان احنا عايزين نعمل حاجة حاجة دي لما ننزلها هنا تنجح وتبقى مستخدم علي جدا بس كترة يعني لما بيبقى فيه مستخدمين كتير ده بيساعدك في الرعاية انا مش بقولون ده وحش انا قصدي مش ده هدفنا بس بس احنا هدفنا ابعد يعني يعني عايزين لما ننزل حاجة زي ما ننزلها في مصر وتنجح لما ننزلها برا تبقى على نفس المستوى احسن حاجة برا لان المشكلة عندنا في المجال ده في مصر ان هو رسا مجال جديد ما انتشارش تريسة زي برا فبالتالي رسا مستوى الصناعة يعني في بدايته فحنا هدفنا ان احنا زي ما نعمل حاجة كويسة عايزين نعملها بمستوى برا فده هدفنا من الاول خالص يعني حتى زي ما تلك براءة القطاع مبتدين اصلا ان احنا زي ما نشتغل في مصر فده هدفنا من الاول احنا زي ما بناخد زي ما عمضة يعني كانت مسألة في شرق الاوسط برضو نخش مسألة في امريكا عشان نعرف احنا فين من الناس اعتقد انتو مدام وصلت المرحلة القبلة النهائية ده مؤشر كويس جدا انتو واشين على الطريق الصحيح يمكن دلوقتي احنا عمالين بنتكلم اكتر عن البرنامج دوت الناس كتير عمالات تسأل دلوقتي يا سيدنا المشاهدين اكيد عمالين بيسألون نفسهم طم هو ايه الفرق بين البرنامج ده ومن البرامج التانية ان احنا بننزلها وبرضو بتبعت لنا الاخبار اول حاجة انها خدمة مجانية التانية حاجة انها بتستخدم او الزكاء الصناعي اللي من خلاله بيبتدي يعرف البرنامج انت اهتمامتك ايه بالظبط وبينقها لك وبيبعتها لك عايزين نعرف ازاي كل مشترك البرنامج ده بيفهم بالظبط هو اهتمامته ايه وبالتالي بيبعت له الاخبار دي اوكي هو ليها شقين شق ال اللي قدام المستخدم اللي هو البرنامج وشق اه هو المستخدم اللي مشوفوش اللي هو السيستم اللي عندنا ببساطة كل المستخدم بيبقى بيتعمله زي بروفايل اه بنتابع هو بيقرأيه ما بيقراش ايه ايه الاخبار اللي عمل لها لايك ايه الاخبار اللي عمل لها شير على فيسبوك او على تويتر بناءا عليه بنيدي مجموعة من النقط لكل خبر من دول وبنتابع الاخبار دي محتوها ايه بنفهمه السيستم بقى اللي غيره بيفهم محتوات الاخبار دي ايه وبيبدأ يعين لكل بروفايل الاخبار او نوعية الاخبار اللي اتهمه بناءا عليه الاخبار اللي ما بتيجي من المصادر المختلفة احنا عندنا مصادر كتير سواء جرائد او تليفزيون او او فيسبوك او تويتر بتيجي الاخبار وبيتت احنا معينا على الشيشة شكل البرنامي اه ده شكل الابليكيشن اه فزي ما اقول حارتك الخبر اللي هنا مثلا ده عد على البروفايل بتاع المستخدم وتقارن وفهمنا ده يلقموا فبالتالي نعرضه على الموبايل هنا كان اللي كان باين ده كان احنا عطيه مع كل حاجة مع كل خبر عاملين حاجة اسمها تعريفات نتيجة ان في مصطلحات سياسية كتير ظهرت فالناس مش عارفاها فكنا قلنا دي فرصة كويسة ان احنا ننشر وعي ثقافي ووعي سياسي ده شيء جميل مع كل خبر فهو يقولك الخبر ده مثلا بيكلم عن الشمولية تلاقي تعريف يعني ايه شمولية وهكذا او خبر مثلا بيكلم عن حكومة التكنقراط فالناس ممكن متبقاش عارف عن ايه حكومة التكنقراط فبالتالي انتوا بتبقوا على طول الاول باول اللي عاملين كله كانوا يحسر اوتوماتيك يعني هو السيستم مورا بيفهم الخبر ويبطل يطلع منه التعريفات اللي مش مشهورة ويبعد التعريف بتاعها للمستخدم في الظل طبعا الاحداث اللي احنا كل يوم بنعيشها وزي ما انا قلتلك من شوية انه طول الوقت على تويتر وعالفيسبوك احنا كل دقيقة فيه خبر جديد بعض الاخبار بتبقى مش حقيقية او بتبقى اخبار مش مؤكدة او بتبقى اخبار بدون مصدر بتم التعامل معها ازاي هي دي مشكلة حتى بتواجه المستخدم العادي يعني مش حتى مش سيستم بيشتغل بطارية اوتوماتيك لكن احنا ممكن بنتعامل معها على اساس ان احنا بنعتمد على ان اليوزر لو هو عنده او المستخدم عنده الحس اللي يقدر يميز ما بين حاجة لها جودة عالية وحاجة جودة قليلة فهو هيبدأ يركز على الجودة العالية وبالتالي شوية شوية هتستبعد الحاجات اللي هي لها جودة قليلة بس احنا مصفة عامة في اختيارنا للمصادر احنا بنحاول قدر الامكان نختار مصادر يكون لها مصداقية علي حتى لو الخبر لسه نازل دلوقتي وخبر مهم وانت مش متأكد من المصدر لا احنا مش بنرجع خبر خبر احنا بس بنبص الاول على المصدر رايح هنختاره ده ونشوف الاخبار اللي تظهرت بنا قبل كده لو شايفين انه عنده مصداقية عليها مش جريدة صفرة يعني فبنحطه من ضمن المصادر ما كانش بنستباده وبعد كده بنعتمد على ان السيستم اللي واحده بيتعلم ازاي المستخدم بيحب ايه وما بيحبش ايه فبالتالي الحاجات اللي جودتها والليلة هتستبعد وتمعتك لي ده شيء ظريف جدا عدد الفريق بتاعكو قد ايه يعني اعتقد من كل الكلام لانا سماعات ده انا حاسة ان انتم اصلا مغدين عمارة كاملة وما الناس عملا تشتغل يعني لا خالص احنا طريبا حريق 5 واحد يعني ممكن ده عدد تقريبا يعني ممكن برؤسة الواحد او الواحد فينا اربعة لكاتة جامعة منهم اتنين في امريكا واثنين في مصر وفي تيم ماركتنج اتنين او تلاتة وفي باقي يعني من ضمن الفريق بيطور البنامج بس بس احنا يعني مش مش عمارة خلاص 15 بس يعني يعني 15 وقدرين ما شاء الله يعني انا مش بحسوتك ولا حاجة بس ان انتم تديروا مشروع زي دوت او انتم تديروا موقع زي ده يعني اعتقد انه محتاجين ناس كتير لا على فكرة يعني الشركات الكبيرة ما بتبقاش اللي هم سماعة برا ممكن تبدأ باثنين يعني جوجل نفسها بدأت باثنين ببحث ابل برضو بدأت تقريبا اتنين او تلاتة فهي الفكرة في الاخر ان الدنيا بتقوم على ناس وبعد كده لو الموضوع الكبير الواحد بيضطر ان هو بقى يعين ناس بس في الاول و في الاخر الشركات الكبيرة بارة كمان بدأت بعدات صغيرة بل بدأت مش في عمارة بدأت في جراج يعني معاتيات بارة ان شركات كتير بتطلع من من ناس اعداد ناس قليلة وفي اماكن مش مبنى ولا حاجة فلا يعني العدد الصغير بس مؤثر حصلت على كم مشترك لغاية دلوقتي من يوم سبعة ديسمبر لحد دلوقتي من دل حالي عشرين ارس ومستغرتي عشرين الف وحاملين تارجت ان انتو توصلوا لعدد معين مثلا في خلال مثلا السنة او حاجة هو احنا نفسنا يعني نستحوذ على كل عدد المستخدمين اللي في مصر اللي مستخدموا الهواتف الزكية الانواع التلاتة اللي هو الاندرويد والايفون والبلاك بيري فده امن وبعد كده نشوف بقى لو ممكن بقى لو السوق تشبع في مواصل الانداء بقى ان نتطلع للمنطقة الخليج وشمال افريقيا وهكذا ان شاء الله طبعا كشباب انتو لما جات لوكوا الفكرة في الاول وكنتوا بتحضروا المشروع وبتعملوه كده اكيد ده كان بيكلفكوا صح؟ كلفكوا قد ايه؟ ولوش هايزين تقول قد ايه؟ لا هي تكلفة الحقيقية بتبقى غالبا في الوقت يعني الوقت في الاخر ده بيترجم لفلوس بس طالما انت ضمنت مصدر دخل او عن طريق اراعي رسمي او حاجة فالواحد بيبقى خلاص مركز ان هو جالكم اراعي وانتو لسه بتبنوا المشروع اه لا احنا البحث عملنا البحث بدأ زي ما بناء على الفكرة جالكم اراعي بناء على الفكرة اه بالزبط بعدما البحث تطور لفكرة اجندة 25 التطبيق جالنا اراعي رسمي فهي فكرة وده المفروض يبقى دور الشركات بصراحة لان مهم جدا ان فيه ناس كتير يعني لها افكار بس مش لاقي حد يدعم الافكار يدعم الافكار وده مهم جدا ان بمجرد ما يكون فيه دعم الواحد بيتفارغ بقى ان هو يبدأ ويبتكر فالحمد الله احنا جات معنا بطريقة دي برنامج اجندة 25 ده برنامج بنعمله داونلود على الموبايل مفروض ان هو بيبعط لك كل الاخبار اللي بتنزل في لحظتها البرنامج ده بيحتوي على ايضا خدمة جديدة وهي الزكاية الصناعي وبحيث ان هو لما بيعرف انت ايه نوعية الاخبار اللي انت مهتم بيها هو على طول لوحده بيبعط لك الاخبار دي اهم حاجة في الموضوع ده ان الخدمة مجانية باش مهندس امير الشربيني باشكرك جدا وبقولك نهارك سعيد وباش مهندس كريم سعيد برضو بقولك نهارك سعيد طبعا احنا لسه مكملين معاكم فقاراتنا النهار ده ولكن هنطلع لنشوف تقرير عن التقرير ده كان عن فيل عرض لفيلم مولود 25 يناير وتم عرض هذا الفيلم في معاعد جوتا تعالوا نشوف التقرير ونرجع تاني لكمل بيئة فقاراتنا النهار